الطريق إلى صنعاء يمر من طهران هذا ما أكدته التحركات الأممية الأخيرة الرامية لتنشيط الطعاط الإيجابي مع مبادرة الإعلان المشترك الخاصة بوقف النار برا وجوا في اليمن فالمبعوث الخاص لليمن مارتين جريفث عقد لقاء مع طهران وصفه بالبناء وافق تغريدة لمكتب جريفث فإن اللقاء الذي تم مع مسول في وزارة الخارجية الإيرانية أفضى إلى تفاهم حول دعم جهود التوصل لوقف إطلاق النار وخلق جو ملائم لاستيناف العملية السياسية في اليمن الطرق الأممي لبوابة طهران أتى بعد وصول العلاقة بين جريفث وميليشيا الحوثي إلى طريق مزدود خصوصا بعد رفض وفد الحوثي التفاوض حول المبادرة الأخيرة واتهام القيادي الحوثي محمد عبد السلام لجريفث بالانحياز للشرعية والتحالف مخاطبا إياه بأن أيامه ستطوى واتت تصعيد الحوثي ضد المبعوث الدولي بعد دعوته وقف الهجمات على مارب لكونها تضم عددا كبيرا من النازحين وتوجيهه اتهاما للحوثيين بنهب أكثر من 35 مليار ريال من أموال خصصت كمرتبات لموظفية الدولة بحسب محللين فإن المبعوث الأممية يهدف من طرق باب الحوار مع إيران إلى ترميم علاقته مع ميليشيا الحوثي خصوصا وأن علاقته مع الشرعية ليست على وضعها الطبيعي إلا أن السياسيين يرون أن التباحث مع إيران يعد مقدمة خطيرة لاعتراف دولي بها كلاعب سياسي وطرف دبلوماسي خصوصا وأن اللقاء الأممي الإيراني أتى بالتزامن مع لقاء افتراضي تم في السادس والعشرين من غصص الجاري بين غريفث وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن طلب فيه المبعوث الأممي استمرار التضامن الدولي في دعم جهود السلام السلام الذي يرى فيه اليمنيون غطاء لاستدامة الحروب والصراعات